وفي ياني شفق أيضا تواصل الإدانات العربية لتفجير إسطنبول تواصلت الإدانات العربية اليوم الاثنين لتفجير وقع في إسطنبول التركية مقدمين التعازي للشعب التركي قيادة وشعبا في ضحايا الهجوم الذي وقع أمس فقد بعث العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز غلي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا التفجير وفقا لوكالة الأنباء السعودية كما بعث الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الإمارات ونائبه الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببرقيتي تعزياء الرئيس التركي في ضحايا الانفجار أيضا وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الاثنين وبدورها قالت الرئاسة التونسية في بيان إنها تندد وبأشد العبارات بالعملية الإرهابية الجبانة وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب التركي مقدمة التعازي إلى أسر الضحايا كما قدم رئيس العراق التعازي أيضا للرئيس التركي وأدان الأزهر الشريف بمصر في بيان بأشد العبارات التفجير الإرهابي وأعرب عن تضامنه مع تركيا في مصابها الجلل متقدما بخالص العزاء إلى الشعب التركي وإلى أسر الضحايا والعديد من الدول العربية أيضا والغربية والمؤسسات العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر